التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد مصدر رفيع المستوى أن الوفد الأمني المصري بالدوحة يبذل جهودا مكثفة للتوصل إلى توافق بين الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وأوضح المصدر استمرار مفاوضات الدوحة ليوم آخر وسط محاولات تقريب وجهات النظر مشيرا إلى أن هناك تعاونا مصريا قطريا أمريكيا من أجل تقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاست شهد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على منزل بحي الدرج وسط مزينة غزة كما شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على مخيم لبريج وسط قطاع غزة هذا واستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ اقتحامات لمدن وقرى فلسطينية بالإضافة إلى مداهمة منازل المدنيين وداهم الاحتلال منازل عدد من المواطنين الفلسطينيين في أحياء البلدة القديمة في الخليل جنوب الضفة الغربية قال مرشح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو انهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة في أسرع وقت كان ترامب يشير إلى اجتماعه مع نتنياهو بمقر إقامته في أواخر يوليو الماضي عندما زار الأخير الولايات المتحدة والتقى في ذلك الوقت أيضا بالرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس أعلنت حملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس أنها ستجري مناظرتين تلفزيونيتين مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب بأنما سيتواجه المرشحان لمنصب نائب الرئيس مرة واحدة وفي وقت سابق أكد المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب أنه اتفق مع قناة فوكس نيوز على مناظرة ضد كامالا هاريس وذلك على أن تكون المناظرة في بنسلفينيا وستتوجه هاريس ونائبها تيم وولف لحضور المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو الأسبوع المقبل حيث نجح في قلب تقدم ترامب في استطلاعات الرأي وقذب تبرعات وحشود ضخمة إلى تجمعاتهما الانتخابية أعلن الجيش الأمريكي تدميره محطة تحكم تابعة لقوات الحوثي باليمن في غارة لم يحدد ما إذا كانت جوية أو بحرية وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن محطة التحكم التي دمرها الجيش كانت تشكل تهديدا واضحا لقوات التحالف العاملة في المنطقة كما كانت سببا في استهداف سفن تجارية وأكد الجيش الأمريكي أنه سيستمر في اتخاذ ما يلزم لحماية حرية الملاحة وتأمين المياه الدولية من هجمات قوات الحوثي أكد مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف أن حلف شمال الأطلسي النيتو يواصل زيادة وجوده البحري في المناطق ذات الأهمية الجيوسياسية الكبيرة في المحيط العالمي وأن هذا الوجود المتزايد يتضمن المحيطات والبحار المتاخمة لأراضي روسيا الاتحادية وأشار مساعد الرئيس الروسي لقضايا السياسة البحرية إلى أن دور عامل القوة لا يتضاءل في العلاقات الدولية وبالتالي فإن ترويق واشنطن لاستراتيجيتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ له طابع قوي مناهد لروسيا والصين معا وفي وقت سابق أكد مساعد الرئيس الروسي أن حلف النيتو عرض في قمة واشنطن خططا لزيادة وجوده العسكري وتكثيف المواجهة في البحر الأسود